طب بعد السفل وبعض الجهل وبعض السفهاء الآن يسبون الصحابة وكأن رسول الله كشف الله له الحجوم وأطلعه على ما سيكون في زماننا ويقول لنا كده لا تسبوا أصحابي لا تؤذوني في أصحابي الله الله في أصحابي أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت مهتديتم لما راحوا الستين السيدة عائشة وقالوا لها يا أم المؤمنين إن بعض المنافقين السفهاء يسبون أبا بكل وعمر آلته أمنا السيدة عائشة قالت شاءت إرادة الله جل وعلا ألا تنطوي صحيفتهما الإنسان بعد ما بيموت خلاص كتابه بيغلق الكتاب ويدخل القبر وبعدين يبقى الكتاب إن كان من أهل اليمين يؤتى الكتاب باليمين وإن كانت الأخرى ولعاذ بالله يؤتى بالشمال طب الصحابة كتابهم منيرة كتبهم منيرة وفيها من الحسنات وفيها من الأعمال الصالحة والقربات والطاعات فالناس بيسبوا سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر فقالت ستين عائشة لأجل ألا تنطوي صحيفتهما عشان الصحيفة لا تنطوي يظل الناس يسبون و الحسنات و الأعمال الصالحة تكتب في صحيفة سيدنا أبي بكر و سيدنا عمر نحب أصحاب رسول الله كل الصحابة آه كل الصحابة نحب سيدنا أبا بكر أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر و نحب سيدنا عمر و نحب سيدنا عثمان و نحب سيدنا علي نحب سيدنا جعفر نحب سيدنا سعد و سيدنا سعيد و سيدنا طلحة نحب سيدنا أبا عبيدة نحب سيدنا زيد نحب سيدنا معاذ نحب سيدنا أنس نحب سيدنا بلال نحب كل الصحابة نحب أهل غزوة بدر نحب أهل بيعة الرضوان نحب المهاجرين ونحب الأنصار